يزيد معنا يا شباب هي العطنة يزيد أهلا وسهلا بسلطان الله يسعد صباحك أنت واخوي علي الغامدي وأشكركم علي تحت هذه الفرصة لأنه في شيء في القلب ودي أقوله أولا وقبل كل شيء والله ما يفرح بالشر والمشاكل إلا الشيطان ولكن المشكلة هذه ترى كانت بسيطة ولكن استغلت وللأسف أنا أقول لك من اللي يستغلها يا يزيد أولهم ناصر الغامدي يستغلها علشان إيش يعني يستغل شو يبغى شو ما فيه بهذا الكيان الصرح العظيم كامل تناقش معي في هذه المشكلة إلا ترك الدوسري قال إلا متى أنتوا إياه إلا متى أنتوا إياه وش تبتصلون له يزيد يزيد دقيقة دقيقة كيف تقول سقاط ناصر الغامدي يبغى شو ما شو دقيقة ناصر يبسقاط عندكين كيف تقول ناصر اشتخل ناصر الغامدي صال عني أنت سالتني يا أستاذ علي يا حبيبي لاش تسقط عصم ناصر الغامدي وناصر الغامدي يبغى شو يا يزيد طيب أنا بتكلم من حق تقول ناصر اللي جاك قال لك اختار برزيقة وقال لبرزيقة لا 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 أبدا شوالي واضح ناصر قال لك اختار برزيقة وبرزيقة يا أستاذ علي بالهدوء بالهدوء تصل يا حبيبي لا تسقط شيء وتمرك دقيقة لا تمر الكلام لا أنا أدفك هنا وأقول لك يا أستاذ علي ما أنا دخل ناصر أنت أدري أنك تحبه وزي كده لكن أهدم بس نعليش أنك تجي وتقول ناصر يبحث الشوء عن طريقنا أنت مين عشان يبحث عن طريقنا لا 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 ما هو أنا ما هو أنا يا أخوي اسمع هل 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 ناصر قال لك لأبو رزيقة يهددك هل أنت قال لك أبو عبدالله أنت تقول أنه هددني شباب لا ترمونا على الإدارة ترى تعبنا تعبنا معكم كل ما صار عندكم مشكلة يا رسلتوها للإدارة يا رسلتوها للإعداد والمشكلة منكم وفيكم ما عد راح أسمح لكم نها أيه يا زيد لما نعطيك فرصة رجاء ناقش الموضوع اللي جابينك وبين أبو رزيقة أبو رزيقة قال أنا صدمت منك كصديق أما مسألت اسمعني أما مسألت أنك كل شوية تجوني للإدارة كل شوية للإعداد ما بعنا كيفكم أنتم أعطركم مساحة خلاص وش الكلام هذا أنتم جايبين هنا بأتكلم لا أنا جايب لحظة أنا جايبك علشان تغريدة رحت لي موضوع أبو عبدالله وقلت لي أن الإدارة هي السبب طيب للمعلومة أعطيك معلومة يا أبو السلطان في شخص راح وقال يا جمعة الخير حلوا الموضوع وقال لا معجبنا كذا أي معجبنا كذا أنا بغى أنت تذكر أشخاص وأشخاص طبعا أنا جبت الكلسة من شك فيك يا علي هي من هو خلاص أهداء أقول لك فلا مش وين على طول جيتك دغري ناصر الغامبي يسألني يقول يوم نبقرة كنوز فقط كنوز يقول صارت مشكلة بينك وبين برزيقة لو ناصر ما يبغى حل المشكلة ما قال برزيقة رح لحسا رح طلع نفسك هناك وروق وتعالي لو يبي مصلحة برنا لو ما يبغى مصلحة برنا هذا في طريق التعامل كان خلى برزيقة هنا وقامت الدنيا وشبت النار طيب رح بيتكم رح بيتكم تعوذ مبليس وتعالي لو يبي الشب ناصر كان خلى جلس هنا وسو مشكلة يا أستاذ أستاذ علي قبل ما تدخلون قبل ما تدخلون دقيقة خلال مكذا مردود علي خلنا نسمع منه خلنا نسمع منه دقيقة بس اسمعني وخذني بحلمك خذني على قد طيب طيب بس أنا قلت لك أنا عتبي حصل لا تسفت تقول في شخص قالي خلو 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 طبيعي أني بخلي لأنه برزيقة ما تكلم أنت بقى الكلامك بس مكفول حق الرد لبرزيقة الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك لكن أنا عتبي حدثت مشكلة حدثت مشكلة مؤلمة لكن أنا عتبي ما في أحد تناقش يا أخي قبل شوي جيت لابو سلطان قد في شخص فلان فلاني قال لي كلمة بذيئة وابو سلطان أنت رجل مستحيل أنك تبت أقول لك كلام تقول لا ما قلتها لا قلت لك يعني إلى درجة يا رجل والله ما فيه راجل يعني ما العقل والمنطق والدين والعرف والإنسانية ما تقبل هذا الكلام يا زيد تدري أنت مش مشكلتك يا زيد سامن أنت ما تفرق بين الكلام اللي ينقال تحت الهواء واللي ينقال فوق الهواء بالزبط زين بس أن لا لا اسمعني أنا انضغط يا بسلطان أنتم اللي تحدونا الرجال على الأقصائي يا بو سلطان يا اخوين وش أكساك ذلن نحدك على الأقصائك أنت إش خلط لن توقساك أنت تلك أش خلطنا بأقصائك أنت كل ما قلنا شئ قلت تكون حداك على الأقصائ طيب دعم يا أقصائي عساك ما تشوفه خفل نشي chi اللي يا خم نشي يا أفو أنش خلطنا كل ما جيناك كنت نت بححدك على الأقصائي وش أكساك أنت stink اقصائي عساك ما تشوف يا اخوي واش اقصائك انت كل ما جيناك نسألك عن حاجة معينة قلت تحدوني على اقصائي استغلت هذه القضية انتم بينكم انتم من اللي خليتوا الامور تصل لها الدرجة حنا نجلس معكم يا يزيد تحت الهوى ونقولكم اهدوا انا اسألك بالله ما كلمتك وقلت لك يا يزيد اهدى مش قبل حتى ما نطلع على الهوى بحكم انك يعني تدري لك مكان عندي تقول يا رجل انت تمثل عائلتك طيب يا اخي احتروا الناس اللي تمثلونهم انا وش قلت انا قلت ما فيه الا ترك الدوسري ما اقصور فيك لكن ترك الدوسري ما يجي لثلاث مرات في الاسبوع طيب انا اللي معنا يكلون معنا انا اسألك مشاريع تيبي ما اكلمك بهالجانب انه نصلح ايه ما كلمني ما قل لك يا شباب ما كلمني نهائيا ما كلمني احد يا خي انا مسؤول عن كلامي بسلطان انا انا وش تخني تسووا مشاكل لكم واجب مصرحين اجتماعيين انا وش تخني انا ما جيت هنا داية اجيب لكم مصرحين اجتماعيين انا بسورف معكم تحت الهوى وبسورف معكم فوق الهوى لكن ما كل الكلام اللي تحت الهوى يصير فوق الهوى يا شباب حتى بعض المفردات يا اخي هل معقولة ان سوالفك مع اخيك في الاستراحة تقول ها في برنامجك التلفزيوني ام ضغط تحت الهوى وتبوني على الهوى اقول والله يا اخي من يضربك تحت الهوى يا اخي من يضربك تحت الهوى انت؟ سام من يضربك تحت الهوى لا لا لان ضغط بكلام خير من يضغطك تحت الهوى ما بيقول يا اخي انا رجل باقي 12 يوم بخلصها معكم بحب خشوم والله يبيض وجهك وبيض وجهي وخياي سلام عليكم مشيت هذا هذا مقصدي وهذا هدف يا زيد سام ما فيه شخص متسابق يبحث عن النجومية ويبحث عن احترام الجمهور يظهر باسلوبك اللي انظهرت فيه الان للأسف راجع حساباتك انت رجل غير موفق في حديثك في الكونفشور روم للأسف هذه يمكن ثالث او رافع سقطة ليزيد للأسف حقك علي يا بسلطان يلا تصبح على خير المشكلة ثاني مداخرة وثالث مداخرة خلال يومين كلها تطلع بسوء اخصموا عليه يا شباب